هذا وقد شهد مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بموجبها ستقوم شركة سكاتكا النرويجية وشركاؤها بإعادة تمويل ستة مشروعات مملكة لهم بموقع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار مدتها 19 عاما وعقب توقيع الاتفاقية قال رئيس تنفيذي لشركة ستقاتكا نرويجية إن إصدار سندات الخضراء يأتي في إطار الاستفادة من مبادرة سندات المناخ مشيرا إلى أن هذا تمويل يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية مضيفا أن الطرح يؤكد جاذبية قطاع البنية الأساسية المستدامة بنصر وثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المصري